إلى الصور الأولى لوصول رئيس الجمهورية برهام صالح للإدلاء بصوته في هذه الانتخابات فإلى هناك إذن نشاهد الآن مشاهدي تغيير هذه الصور المباشرة من بغداد ووصول رئيس الجمهورية برهام صالح للإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية الآن هذه صور مباشرة من هناك من فندق الرشيد تحديدا في بغداد والمخصص للشخصيات البارزة للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات أيضا على يسار الصورة نشاهد الصور مباشرة أيضا من النجف وترقب لوصول مقتدى الصدر للإدلاء بصوته في هذه الانتخابات إذن هذه الصور أيضا مباشرة لوصول مقتدى الصدر للإدلاء بصوته في هذه الانتخابات والآن يدخل أيضا رئيس الجمهورية في هذه الانتخابات في إدلاء الصوت في هذه الانتخابات صور مباشرة من فندق الرشيد في بغداد برهم صالح إذن يدلي بصوته إذن مشاهدين الآن نشاهد عبر تغيير هذه الصور المباشرة رئيس الجمهورية برهم صالح يدلي بصوته في هذه الانتخابات وبالتأكيد كان طوال الفترة الماضية وحتى الأمس التصريحات التي كانت لرئيس الجمهورية يحث فيها المواطنين بشكل كبير على التصويت المشاركة في هذه الانتخابات على يسال الصورة نشاهد الآن أيضا سيد مقتدى الصدر يشارك في الانتخابات يدلي بصوته في المركز الاقتراعي في النجف وأيضا يدلي بصوته في هذه الانتخابات كان هناك تصريحات أيضا للصدر بالأمس وأول أمس وفي الفترة الماضية ككل حول أهمية المشاركة في هذه الانتخابات ما تحمله هذه الانتخابات من أهمية قال إن هناك جهود بجعل رئيس الوزراء المقبل صدريا في هذه الانتخابات حث مؤيديه على المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات إذن معكم في هذه الصورة المباشرة عبر تغيير يمين الصورة نشاهد رئيس الجمهورية برهام صالح يدلي بصوته وعلى يسار الصورة نشاهد مقتدى الصدر يدلي بصوته أيضا إذن الآن تكون الساعة الأولى ربما انتهت من وقت الاقتراع الوقت المخصص في هذا اليوم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم الساعة الأولى انتهت فتحت صناديق الاقتراع في تمام السابعة صباحا إلكترونيا والتي ستغلق في تمام السادسة مساء أيضا إلكترونيا حتى الآن إجراءات ميسرة في جميع المحافظات وشبكة مراسل التغيير تؤكد انسيابية عملية الاقتراع والتصويت في هذه الانتخابات في جميع المحافظات حتى الآن أعداد المشاركين والمصوطين حتى الآن متفاوتة في المحافظات وأيضا جيدة في بعضها إذن الساعة الأولى انتهت من عملية التصويت نشاهد معكم هذه صور مباشرة عبر التغيير إذن سيد مقتدى صدر أدلى بصوته في هذه الانتخابات حضور إعلامي لوسائل الإعلام لافت يمين الصورة ربما نستمع الآن لكلمة لرئيس الجمهورية برهم صالح بعد الإدلاء بصوته في فندق الرشيد في بغداد إذن نستمع بعد قليل ربما لكلمة من رئيس الجمهورية برهم صالح إذن مشاركة واسعة في هذه الانتخابات وأعداد من تسلموا البطاقات أو البطاقة البيومترية أعداد كبيرة من يحق لهم كان من يحق لهم التصويت نحو 25 مليون عراقي وهذه الانتخابات إذن انتخابات تحمل الكثير من الاختلاف عن سابقاتها نحن الآن في هذه الانتخابات للخروج باختيار 329 نائبا يمثلون جميع مكونات واطياف الشعب العراقي من ضمن 3240 مرشحا ضمن قوائم هذه الانتخابات إذن يسار صورة نشاهد السيد مقتضى الصدر أدلى بصوته ويغادر الآن المركز الانتخابي في النجف إذا كان معنا مراسلنا من النجف تطلعنا على الصورة لديك نعم قبل قليل أدلى سيد مقتضى الصدر بصوته في هذا المركز الانتخابي وهو كان منتظر يدي بصوته منذ الساعة الأولى للانتخاب ترجمة نانسي قنقر